موسيقى خذها قاعدة السلام الداخلي في الإنجاز لقاء الماضي بدينا في مقدمة في الحديث عن الإنجاز وأهمية الإنجاز وكيف تفهم الوعي من حولك الإنجاز هو معادلة عبارة عن النية زائد المعرفة زائد العمل زائد العزيمة النية هي فكرة عزمت الآن على تحقيقها يعني تأكت منها وانت عاز منك راح تحققها المعرفة هي المسح، الإلمام، العلم، الدراية، البحث قبل البدء في أي شيء يعني قبل أن تبدأ أي عمل أو تبدأ تنفيذ أي شيء يجب أن يكون عندك الإلمام الكافي في صحيح البخاري يقول باب العلمي قبل القول والعمل هذه قاعدة عامة في كل شيء في العلوم أنه العلم يسبق القول ويسبق العمل يعني قبل أن تقول أي شيء يجب أن تعلم هذا اللي يقع فيه كثير من الناس أنه وحيانا يتحدث دون علم لا تستعجل يعني إذا كنت أنت الآن بدأت تهتم في علوم معي نفرض أنك أنت الآن بدأت تعرف في الكيميا وصارت عندك معلومات لا تستعجل أنك تنقل هذه المعلومات أو تعلم هذه المعلومات حتى تأخذ حصيلتك حتى كونك تخرجت في الكيميا لا يعني أنك أنت الآن مؤهل للحديث عن الكيميا أو في الفيزياء للحديث عن الفيزياء أو في علم النفس أنت الآن مؤهل للحديث في علم النفس هذه أيضا تحتاج إلمام تحتاج دراية فهناك فرق بين شخص يتعلم وبين شخص يصير يعلم وبين شخص يصير عالم هو اللي قاعد يحصل أنه هو المتعلم فجأة يصير عالم يعني ما ينتقل حتى من مرحلة متعلم إلى يعلم إلى معلم إلى عالم إلى يمكن علامة بعدين أو كذا أكثر فهو في مراحل ينتقل فيه الشخص كل ما زداد فيها علمه أعطيك نموذج مثلا أنا أول ما تعلمت في علم النفس يعني كان عندي معلومات جميلة عن منضوع الخوف مثلا يعني كنت أحب هذا التخصص بالذات عندنا التخصص هذا يسمونه الأمراض العصابية المتعلقة في القلق ولا في الخوف ولا في الاكتئاب البسيط ولا في الوساوس كي نسميها مشاكل عصابية فكان عندي معلومات جيدة عن الخوف بعدين رح تعلمت تطبيقات وتعلمت كثير مما هو خارج مدرسة النفسية فحسيت أني أنا أعالم فالناس لما يسألوني عن الخوف في ذاك الوقت بسرعة عندي أجوبة على طول أعطيهم تعريب في الخوف أسبابه أعراضه بسرعة أستطيع أني أجاوب مع الأيام بدأت أقرأ أكثر بدأت تخرج علوم أوسع ودراسات أكثر فبدأ يتسع علمي عن حتى هذه المسألة التفصيلية مع الأيام زادت أكثر وأكثر وأكثر الآن عندما شخص يسألني على الخوف ما أعرف أجاوب يعني يدور في بالي مئة دراسة ألف تعريف مئة وخمسين تطبيق فأقول له أسأل بتفصيل أكثر أول في السابق عندي هالمئة معلومة وبقولها اليوم هي مش مئة مثل تدخل جوجل وتقول لها تكتب لها فير أوكي يعطيك مليون وخمسمائة ألف موقع جوجل سوى اللي عليه لا تقول لها وين أقعد أقرب مليون وخمسمائة ألف موقع أنا إذا أقعد أقرب فيهم وهذا لا يبيلي تقريبا ستين سنة حتى توصل بس لمعلومة تعريف في الخوف فحدد بالضبط يشتبي فممكن أكتب له فير ديفنيشن سيمبل فوبيا سيمتمس مثلا شيء يبدأ أفصل تفصيل أكثر وأدخل في تفصيل التفصيل فيقوم يعطيني مثلا ألف موقع أو أمية موقع أمية وخمسين موقع فأبدأ أبحث من خلالهم وأطلع المعلومة اللي أنا أريدها لكن العام اليوم صار ما ينفع حتى في السيرج اليوم المسائل العامة ما تنفع في ذلك العلم مهم أنك أنت تتشربه صح في البداية قبل أن تعلم وتتشربه صح قبل أن تصبح معلم وتتشربه صح قبل أن تصبح عالم فالعلم قبل القول العلم كذلك قبل العمل قبل أن تقوم بأي عمل يجب أن تعلم صح وإلا يعني ستقع في خطأ أنا دائما أضرب هذا المثل أقول لما الشخص يبي يسافر يحط مخططات صح أنا عندي هذه العادة فالسابق يعني عفوية كذا المسائل وكنت أقع في كثير من المعانات ومشاكل وبصراحة ما استمتع كثير لكن الآن مثلا أسافر أسافر إذا كنت أنا بأخذ السيارة أو لا أنا بأخذ السيارة إذا بأخذ السيارة وبستأجر سيارة لازم أحمل معايي النافجيتر لأني ما أضمن أنهم لم يأجرون لي سيارة يكون النافجيتر فيها ولا سأضطر أأجر منهم النافجيتر لو أجرت منهم النافجيتر تكلفتها في اليوم تقريبا 20 باوند مثلا سيارة كلها ما تكلف هذا المبلغ فإذلك أخذ معاي النافجيتر اللي عندي أو أستخدم التلفون طب التلفون هذا يبي لي شاحن طب الشاحن هذا يبي لي فأنت هذه كلها مخططات اليوم صار تقريبا كل التلفون نقال فيه نافجيتر صار فيه جوجل ماب مثلا كي تستطيع أنت تستخدم فالتخطيط صح فمثلا لو كنت أنا مخطط وأنا الآن موجود في لندن وأبي أتجه في اتجاه الجنوب يعني مثلا بروح برايتون فأنا خدت السيارة وبديت أسوق على خط مثلا M6 ولا كذا وبديت أخذها أنا باتجاه الشمال يعني أنا متجه في اتجاه ليفربول مثلا فأنا كل ما مشيت أكثر كل ما بعت عن هدفي أكثر فلنفرض أني بعد ساعة اكتشفت أني أنا يمكنك أني ما شي غلط وقفت طالعت شيقت الخريطة ولا كذا ولا أنا الآن مبعت ساعة أصلا فحين أنا محتاج أرجع ساعة إلى نقطة الصفر اللي انطلقت منها ثم بعد ذلك أكمل كذا فأنا في الحقيقة كل تحرك تقوم فيه دون علم قد يؤخرك للوصول إلى الهدف فذلك العلم قبل القول العلم قبل العمل العمل هو التصديق بالنية يعني من لا يعمل لا يصدق ولا يأمل هو بلا نية وبلا أمل ما عنده هو بس تمني فقط ليس لديه أمل حقيقي أو ليس لديه نية حقيقية العمل هو اللي يثبت هذا الشيء فإذا أنت أردت أن تعرف نفسك أنت صادق في النية ولا مو صادق في النية إذا بديت تعمل أنت صادق في النية إذا كان دائما عندي قاعدة في القروبات اللي هما سواء كانوا العاملين معنا أو شبكات العمل معنا أو المتطوعين أو الشركاء في العمل أقول دائما نجربهم يعني خنجربهم لمدة شهر شهرين ثلاثة وكذا بعدين نشوفه إذا يبين على طول الشخص ما يتحمل أكثر من ثلاثة شهور يعني ما يتحمل حيبين عليه إذا كان هو يحب العمل ولا ما يحب العمل يلتزم بالعمل ولا ما يلتزم في العمل إذا ما يلتزم وكذا فهو مو صادق في النية لو سألت الناس كم واحد وده يتطوع يعني يمكن بدون مبالغة 80% يقولون لك إحنا ودنا نطوع يرفعون إيدهم تبدأ أنت موضوع تطوع لو طلعت بـ 5% أنت لكي يعني أنت محظوظ كم واحد يريد أن يعمل مثلا للنهضة بهذه الأمة ولا بهذا الوطن ولا كـ 90% يرفعون إيدهم قالوا ما ذول يبين هضون بالأمة وبالوطن وكذا يلا يا جماعة خنوزع الأعمال ولا كذا أسبوع الجاية تصفيت مع 5% يور لكي أنت محظوظ فيذلك العمل هو التصديق للنية حتى أنت مع نفسك إذا بديت تشوف نفسك قاعد تعمل باتجاه هذه النية فأنت صادق في تحقيق هذه طب إذا ما قمت أعمل فمعنى أنت محتاج تراجع نيتك هل فعل أنت بي هذا الموضوع لأنه حيانا يحصل كذا يعني يحصل إذا ما تحرك بعد أن أقول خلني أراجع عن نية أقول إيه والله صح أنا ما بي هذا الشيء خلاص وكي ما تبي إيه هذا أنت من حقك أنك تتراجع في أي وقت عن هذه النية أنت ملزوم يعني إذا شيء أنت ملزوم تعمل مثلا أنا جبت ولد ولا جبت بنت طب إيه طب إيه أنا ملزوم إني أربيهم صح أو لا لا فهنا هحط مخطط آخر في كيف أنشط نفسي لتحقيق هذه النية وهذا نأتي في الحديث عنه العمل إذن تطبيق وتطبيق صح هو تطبيق وتطبيق صح أو تنفيذ وتنفيذ صح إذا ممكن يكون عمل بس هو منطبق بطريقة صحيحة العزيمة هي المتابعة الإصرار الاستمرار أنه ما في شيء أنت بمجرد ما أنت تنويه بعدين تجيب شوية معلومات عنه وتبدأ تطبق شوية بعدين يتحقق هو ممكن يكون أشياء بسيطة وكلمة تحط هدف عظيم هو في الغالب يحتاج لعزيمة يحتاج لأمتابعة يحتاج لأصرار يحتاج لأستمرار وين تظهر المشاكل يعني وين تظهر المشكلة في عدم تحقيق الإنجاز واحد ممكن تكون نية معاكسة يعني أنت حطيت نية بس في العمق في نية معاكسة يعني مثلا أنا والله ودي أني حقق هذا الهدف بس يعني ما يمنع لو حققت حتى نص هاي نية معاكسة احترنا فيك يعني القادر يقول احترنا فيك اشتابي أنت تابي هذه النية ولا تابي نصها ولا تابي ربعها تابي عشت آلاف دولار ولا تابي خمسة آلاف دولار ولا تابي الفين دولار ما عرفنا لك يعني يا عمي أنا بعشر تالاف دولار بس لو حصل خمس تالاف بعد ها ما تسوكي ويا عمي حتى لو ألفين ما شاء هذه نية معاكسة ما مععب خاصة قدر يحتار فيك ويحقق لكل شي أو أريد أن أذهب بس أنا خايف أني أذهب أريد أن أعمل بس يمكن ما أبي أيضا أعمل هذه نية معاكسة متضادة لن تحدد النية وخلاص تستقرع عليها وتركز عليها وتمهلها حتى تتحقق اثنين إنه ما في علم في مجازفة في جهل في عفوية بس ما في علم ما في دراية هذا أيضا قد يعيق مثل المثل اللي ضربنا الشخص مسافر وراح بدون علمه متج متج طب هذا ممكن يبعدك أكثر مرة أخرى عن الهدف فيذلك لابد من علم وعدم المجازفة بالذات كل ما كبر الهدف لو هدف صغير مش مشكلة لو جاذف نعا دي صار صار ما صار مش مشكلة لكن ما تحط أهداف كبيرة وسامية في حياتك ختأخذ منك جهد فهذه تحتاج إلى علم ثلاثة لا يوجد عمل أو العمل ليس بصحيح ففي ناس يتوقعون كده أنهم ينوون بس ما يتحركون لعمل أي شيء لأن الجذب غير التجلي الجذب شخص يضع ذبذبات صحيحة يضع نية صحيحة الأمور تبدأ تنجذب له لأنه خلاص ووضع الظن الصح فبدأت تتفاعل مع الأشياء حوله في العالم الكوانتي بدأت الأشياء تنجذب له بس هو الآن ما يمد إيده يعني ما يعمل شيء ما يتحرك تجاه الهدف ففي الحقيقة ما يتجلى كثير من الناس يقول أنا كثير جذب في حياتي بس ما في تجلي يعني كثير فرص بس ولا فرصة منها اللي صار فيها زواجة كثير فرص بس ولا فرصة منها اللي صار فيها نجاح في المشروع كثير فرص بس ولا فرصة منها بعت المنتج أو عقد فهو في فرص كثيرة بس ما فيه تجلي تجلي يحتاج له إلى تحرك يعني لابد من عمل حركة لابد من عمل شيء العائق الرابع أنه ما فيه عزيمة يعني يبدأ الشخص نشاط تم يتوقف بعد البدء أو بعد فترة يوقف فيبدأ نشاط آخر بعد يتوقف بعد يبدأ نشاط هذا قد يكون مشكلة استحقاق أن الشخص في العمق يعني ما يشعر أنه يستحق هذا الإنجاز أو يستحق هذا المستوى الإنجاز يريح النفس لما تنجز ترتاح إنجز أولا بأول إذا شعرت أنك تعبت توقف لكن شوي شوي مطط التحمل هذه يعني كلمة جوهرية يعني أن الشخص يوسع منطقة الارتياح يوسع منطقة التحمل لأنه في البداية مثل اللي يلعب مثلا فنون دفاعية ولا قتالية يعود نفسه شوي شوي يعني أكثر تحمل أكثر يعني لو حاولت تقف غير مستقيم يعني منحني ومنزل جسمك بعد فترة حتتعب في الكونفوت تتعلم أنك أنت أوكي توقف لمدة ثلاث دقائق بعدين تصمد لمدة خمس دقائق بكرة بعدين تصمد عشر دقائق بعدين توصل إلى ربع ساعة بعدين توصل إلى نص ساعة يعني وأنت صاعة هاي تعلمك التحمل الشخص اللي ما يتحمل خلاص يبدأ يصير ما عنده فليكسبلتي يشيل شوية كياس يحس تعب خلاص ينزل لكياسك تحمل خليك ماسك لكياس شوي وكيف صعدت إلى المصعد أنت ماسك لكياس إيدك بدأت تتعب شوي خليك ماسك تحمل بعد فترة ترى أنك أنت تحمل لكياس في هذا اللي كنت أنت كثير تتعب فيه بس الآن أنت ما عندك مشكلة فتمطط التحمل مططط دائرة الارتياح لو كان الشخص كسول فالعمل ربع ساعة شاق بالنسبة له لذلك كل يوم عليه أن يرفع خمس دقائق قصير اليوم يشتغل لمدة ثلث ساعة يشتغل لمدة نص ساعة يشتغل لمدة خمس وراثين دقيقة مدة خمس واربعين دقيقة مدة ساعة لين يصل إلى الحد المعقول لو كنت أنت بالعكس من النشاطاء جدا فأنت في الغالب لا تتوقف عن العمل يعني ستعشر ساعة يوميا خفف العمل ابحث في قانون اسمه الأقل جهدا والأكثر إنتاجا اسمه القانون أقل جهدا أكثر إنتاجا يعلم الشخص المنتج كيف يقلل من جهدا لكن ينتج أكثر ما هو العمل المناسب يعني الوقت المناسب أنا ذكرت معادلة سابقة إذا تذكرها في القواعد أنه يعتمد على متى بدأت فالبادئ يحتاج أوقات أكثر يعني مثلا البادئ بالتجارة يحتاج يأتي قبل الموظفين ويخرج بعدهم هم مش ملزومين بالعمل أكثر من أوقات العمل أنت لا تتحمل أن تعمل في البدايات فقط بأوقات العمل المطلوبة ستخسر الكثير فيذلك الشخص اللي بادي تجارة تلقى يعني ساعة أو ساعتين يأتي قبل الموظفين وثلاث أربع ساعات يجلس بعد الموظفين هم مش ملزومين هم موظومين يأدون دورهم يأخذون مساعدة عندهم أشياء ثانية أو أهداف أخرى هم مش من هدفهم أنهم ينجحون بالتجارة أنت هدفك الآن أنك أنت تبني تجارة تبني تجارة أنت محتاج وقت أكثر من الموظف مع الأيام تقل تصير ساعتين قبل وساعتين بعد مع الأيام تصير ساعة قبل وساعتين بعد مع الأيام تصير نفس الوقت وساعتين بعد بعدين تصير ربما نفس أوقات الموظفين وربما مع الأيام تصبح حتى أقل من أوقات الموظفين مع الأيام يعني عندما يثبت السيستم اللي هو النظام اللي ينتج لك تستطيع بعدها تخفف من العمل لو كنت في مكان لا ينجز بغض النظر عن الراتب أرجوك اجتهد بأسرع وقت ممكن لمغادرة هذا المكان لا تصبر على مكان يعطيك عادة الكسل ولا عمل انتبه ترى حكوماتنا الخليجية والعربية بشكل عام أنشأت وعودت الناس تعيش بلا رسالة ولا رؤية ولا خطة عمل يعني طبيعي جدا أن يكون الشخص يشتغل في مؤسسة حكومية وما يعرف أيش توجه المؤسسة حكومية طبيعي جدا أنه لو سأنته أيش المشن أو رسالة هذه الإدارة أو هذه الوكالة أو هذه القسم ما يعرف طبيعي جدا 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 لو سألته أيش المشن ستيتمنت مالكم مال هذه السنة أنه ما يعرف أيش المشن ستيتمنت بل طبيعي جدا لو أنك سألت شنو شعار المؤسسة أو شنو أهم خدماتها ما يعرف بس وممكن يقول لك شك يعي يسويك اليوم يعني فهذه وظيفة هي عبارة عن راتب لسداد مستحقات الحياة فقط هي ما تغذي الرسالة بتاتا لو استطعت أنك أنت ما تعمل في وظيفة حكومية في أي حكومة في العالم طبعا ما تختلف إلا مهن قليلة جدا وهي مهمة وقليلة وبصراحة لا تشيل همها لأنه في ناس حيسدون هذا الفرق أنت واعي فأنت تجتهد إذا قدرت أنك أنت ما تعمل في مؤسسة حكومية في أي مكان في العالم الأفضل أنك أنت ما تعمل فيه لأنها لا تمتلك هذا العمق من الرسالة والرؤية وخطة العمل لكن إذا قلت أنت في مكان مختلف وتختلفت واختلف معاك معلش أنا في مكان خلاص أنت أدرى وأنت أعلم هذه التوجيه عام لكن طبعا أيضا ما تترك العمل حتى تجد مخطط واضح وبديل مناسب مش ماديا ولكن روحيا وعمليا وعطائيا وإنتاجيا اكتشف رسالتك أو اصنع رسالة ثم اعمل فيها وازن فيها بين الميشن والبهجة أو المعنى والمتعة خلنا ناخد تمرين في هذا المعنى اكتب عشر أشياء ستحققها خلال الشهر القادم لا تضع تواريخ فقط حدد الشهر يعني شهر القادم شهر كذا سأحقق هذه العشرة أشياء التزم كل يوم بتحقيق ولو أمر واحد فقط باتجاه كل هذه العشرة أهداف التزم يوميا ولو شيء بسيط جدا مثل انك انت قمت بالاتصال أو البحث في النت في هذه المهمة خلاص انت قمت بهذا العمل يوم طبعا تستطيع تعمل أكثر بس على الأقل عمل واحد لو كانت لديك خطة حياتية واضحة خليك ملتزم فيها فهذا قليل عليك بالذات لمشتركي آيفوكس وبرنامج سال 1.25 هم في مرحلة تخطيط وتنفيذ عالية وخذها قاعدة السلام الداخلي في الإنجاز اشتركوا في القناة